اه دلوقتي كده هنفتح كتاب بتاعنا نفتحه هنراجع كده على كل دروس كلها ان شاء الله اللي هي علينا. ارجو منكم تقفلوا المايك لو سمحتم. الناس اللي فتح المايكات تقفلوا المايكات بليز. اه لما اطلب من حد حاجة بيفتح المايك. عشان بس وقت الحصة ان شاء الله يقضينا هنراجع على كل. هنفتح الكتاب مع بعض صفحة تمانية درس الاولاني الله الله السلام. معك الم في ايدك عشان تخطط على اهم الحاجات اللي موجودة في كل درس. الم مكفيد. اه معي الم الم الم. الله السلام. السلام من اسمي الله الحسنة. ومعنى السلام يحط تحتها خط دي. اي انه سبحانه وسلم من كل نقص وعيق. حق تحتها خط. يعني ربنا. بس انا حاط عليها. تمام. وقد خلق الله وتعالى الكون وعلمنا من خلال القرآن الكريم. ازاي نعيش في سلام مع من حولنا. في القرآن الكريم كتير من الايات تلاشة دعوة نشر السلام. يقول روحة اتجاد. اهو. حتة دي. خلاص? تمام? تشايفين معي ولا لا? بس. يفيني مش. يفيني مش شايفيني. السطر الثاني يبقى. سلام عليكم. وعليكم السلام وعليكم. قال الله تعالى ارفع بالتي هي احسن. فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. في النص ده يحطنا على البعد عن الاساءة. والبدء بالاحسان والعفو عن من اساء الينا. عشان يعمل حب ونوالك فينا الناس. صفحة تمانية. تمانية. فهي نقل الرسول صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون او من سلم الناس من لسانه يواتي. يعني احسن حاجة في الانسان ان هو لا يأذي اي حد بالسانه يشتمع لي او بيتكلم عنه او ان هو يأذيه بيده. عشان حتى تعوم المواد ده بين الناس. صفحة تسعة. علم انا بردك النبي سلم الله. انا مجردش الكتاب انا ده ببص من عادي. تمام. او ده يا ميزة واحد يصور لك ده. تمام انا اللي صورت. كم دي? نعم يا ماري. ام. او ده انا صورته ودينا شغالين فيه. في صفحة تسعة. عشي وعد اذنكم مش عايز احد يتكلم خالص انفله كل المايكات. عشان المنهة الكبير نحن نخلصه ان شاء الله. علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم عنه. تعال. بعد صلاة باسم الله والسلام فنقول بعد الصلاة. اللهم انت السلام ومنك سلام تبارك تياذا الجلالي قال اكره. ده من ضمن الدعاء بعد انتهاء الصلاة. يبا اخد بالي ان الدعاء يجي لك ويقول لك بتقال امتى. يبا انا لازم اعرف ان هو بعد الانتهاء من الصلاة. كمان عللنا زي نحيي او نحيي الاخرين بالدعاء لهم. فنقول السلام عليكم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اولا ادلكم على شيء اذا فعلتموه وتحببتم افشوا السلام بينكم. اللي تعرفوا ولا ما تعرفوا. لان ده بيزود روابط المحبة والمودة بيننا. نعم يا ام معاز وجوائرية. رفعين ايدي يا متفضله. اه 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 يا بيس. بقى مستي مستي. بقى مستي مستي مستي. بقى مستي. السلام عليكم في بيع league مكان حتى لا 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 لهم فيش حد يا بصد. اه. يعني مثلا داخل بيتي وعارفة ان البيت ما فيهوش حد. بدخل البيض والسلام عليكم. لكنك بتتلم على الملايكة يا بي. يعني سنة على فكرة. اي مكان تسلم على طيبك. دي سنة يا مصر. ان شاء الله من الحاجات الجميلة اللي الانسان بيعملها ان انت تتسلمي على اي شيء في اي مكان. يعني دي سنة ولا لا. لا مش متأكدة صراحة. ابقى اتأكد ورد عليكم. بعد كده عندي صفح سورة الحجرات. يقول الله عز وجل عوض بالله الشيطان الرجيم. انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم. المؤمنون دي الاخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا ايها الذين امنوا لا يسخر قم من قوم. محدش يسخر من التاني ما يستهزئش بعضكم ببعض. عثى ان يكونوا خيرا منهم. ممكن يكونوا هما اللي انتوا تسخروا منهم دول عند ربنا احسن منكم. ولا نساء من نساء. ولا بعض دك الستات من بعضها. عسى ان يكونوا خيرا منهن. ممكن دولة تكونوا لهم مكانة عند ربنا عالة منكم. ولا تلمزوا انفسكم. ونتعامشوا بعضنا ونقول عيوب بعضنا. ولا تنابزوا بالالقاب. ما نقولش لبعضنا اسم او حاجة انا بكرهها. بقس الاسم بعد الايمان. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا ايوان الذين امنوا. اجتنبوا كثيرا من الظن ما تظنش حد. وانا شاكد فيه. لا لازم يكون عندي ثقة. ان بعض الظن اذ. ولا تجسسوا ولا يغطب بعضكم بعضا. ايو حبوا احدكم اي اكل لحمة اخيه ميتة فكرهتمو. يبا حتى الغيبة شبهها ربنا بالانسان اللي بيأكم من لحم حد ميت. عشان كده حاجة صعبة. صورة صعبة جدا. يا ايها الناس. انا خلقناكم من ذكر وانت. واجعلناكم شعوبا وخبائل اللي تعارفوا. انا اكرمكم عند الله اتقاكم. ان الله عليم خبر. يا سنة ثالثة اللي هيكتب على الشير. استأذنوا يخرج من الحصة. اللي هعيدخل الحصة يكتب على الشير. استأذنكم اخرج من الحصة. ايا كان من هو. هقول للمرة الاخيرة. اللي هيدخل يكتب على الشير على الصفحة قدامي. لو سمحت اخرج من الحصة. مش هضيع وقت الحصة المرة اللي فاتت. نكمل. السلام عليكم اضلا. احنا اول مرة ندشي الحصة. ما عليش مش عافينا النظام. ولا يهم. ولا يهم كفا. السلام عليكم. وعليكم السلام الله وبركاته. نتابع. عندي بعد كده صفحة مية وصفحة ستاشر. آيات من سورة الحجرات. عندي هنا توضيح بقى الآيات. او شرح الآيات. نفل المايك لو سمحتم. امرنا الله سبحانه وتعالى بالاصلاح بين المسلمين. ونفذ الخلافات فيما بينهم. نهانا عن الغيبة وعن النميمة. يبقاش في غيبة مبقاش في نميمة. يعني يبقاش في اي حد يتكلم عن حد. تمام. وامرنا بالتسبت والتأكد من اي معلومة او خبر. ما يكونش عندنا سوق ظن بالآخرين. رقم اربعة نهانا عن السخرية. عن الاستهداء بحد او نحتقر حد. رقم خمسة او صانع ان احنا نتعارف ونتبادل. ويكون في نفع بنا وبن بعض واحترام وحسن خلق. ونهانا كمان عن التجسس عن الآخرين. صورة رائعة. فيها حاجات كتير جدا في التعاملات بيننا وبعضنا بعض. يمين. الدرس اللي بعده اسمه تقوى الله تعالى. ان ازاي الانسان يتق الله. اتق الله يعني ان انا اعمل اللي ربنا قال عليه وابعد عما نهى عنه. انا بذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيث ما كنت. واتبع السيئة الحسنة تتمحها. وخالق الناس بخلق حسن. يعني اتي ربنا في اي مكان انت فيه. وشوف السيئة اللي انت عملتها اعمل وراء حسنة على طول. لو انا وقعت في سيئة. وخالق الناس بخلق حسن. يعني اتعامل مع الناس باخلاق ايه حسن. تمام. يجمع الحديث ده بعد وصايا النبي صلى الله عليه وسلم. اللي بتدور علاقتنا بها ازاي بعربنا سبحانه. وقص التعامل مع انفسنا ومع الاخرين. اولا علاقتنا بالله. اتمثل في ان احنا نبطي ربنا. ونعرف ان ربنا يسمعنا ويرانا. فنبعد عما نهى عنه. ونلتزم بما امر به. رقم اتنين علاقتنا بانفسنا. اتبع السيئة الحسنة. فلو انا اخطأت عليه لنا استغفر. ولو انا مثلا اسأت في حق حد من الحوالية. ان انا اروح له واعتذر منه. وان هو اطلب منه السماح. رقم تلاتة علاقتنا بالاخرين. ان انا اتخالق مع الناس بخلق حسن. يعني اتعامل مع الناس باخلاق حسنة يرضى الله عنها. فما فيش شيء اتقل في الميزان من حسن الخلق. تمام? تماما. تماما. مواقف من حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ايزك يا ميرنا? عبد الله. حسيني. كان رسوله صلى الله عليه وسلم احسن الناس خلقا. فكان حريصا على الحفاظ على مشاعر الاحترام. ويكون يكون في قيفة مواده بينه وبين صحابه. عشان كده اتعلمنا. ايه القلف والمواده دي يا ميز? المواده يعني الحب. الحب مشاعر بحس بيها. انما التودد دي افعال. اعمل حاجة اللي تدل ان انا بحبك. عنا ابن عمر رضي الله عنه وعنه وقال ان الله عليه وسلم لا يقيم الرجل. الرجل من مقعده. ثم يجلس فيه. ولكن تفسحه وتوسعه. يعني اننا ما ينفعش او محد من زميلي من مكانه واعد مكانه. كله قلفة من المسال. والقلفة والمحبة والمواده كلها بمعنى واحد. ماشي. لا يقيم الرجل الرجل من مقعده. ما ينفعش او محد من مقعده واعد مكانه. ولكن تفسحه وتوسعه. جميل. نعم رسوله صلى الله عليه وسلم والصحابة في الحديث ده. ان حد يقوم حد من مكانه. ويجلس مكانه. ان ده لازم يكون فيه مواده واحترام بين الناس. ونبعد عن كل ما قد يسبب اذى او مشاعر العدوة بين الاخرين. كمان امرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالتفسح في المجالس. يعني ايه؟ انا مثلا نقعده في واحد دخل ومش لاقي مكان. نوسع لبعضه ونقعده. عشان يزيد المواده بين الحضور. كمان التفسح ده تذكر فيه؟ تذكر في سورة المجادلة. سورة ايه؟ المجادلة. وبعدنا بان يفسح الله لنا تفسحوا فافسحوا يفسح الله لكم. ما انه عمل بسيط الا ان ربنا سبحانه وتعالى بيدي عليه سواب عظيم. وده بيحمل معاني الاحترام المواده. يا ايه الذين امنوا. اذا يقيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. بعد كده انيجي على صفحة سوف اقول لكم الصفحة كام؟ ثمانية وعشرين. ثمانية وعشرين. ثمانية وعشرين. احسنت يا شام. ربنا باركة فيك. صفحة تمانية وعشرين. اخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم مع اهل بيت. هنا بيتكلم النبي صلى الله عليه وسلم ازاي كان بيتعامل مع اهل بيته. طوا. ربنا جعل سيدنا محمد قس وحسن لنا. قد وحسن. يقول الله عز وجل. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. فالعايز يرجو لقاء ربنا سبحانه وتعالى واليوم الاخر فعليه ان يذكر الله كثيرا وان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرص على مساعدة اهل بيته. رغم انتزاماته الكثير ومشاكله. سؤلت السيدة عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كان في مهنة اهله. فاذا حضرت الصلاة طوام الى الصلاة. يعني طول ما هو قاتش بيته بيساعد اللي حواليه. يساعد زوجته يساعد ولاده يساعد نفسه ما بيعودش. الا لو هو مثلا الصلاة جات يقوم ايه? يصلي. طيب. وعن انس ابن مالك قال خدمته النبي صلى الله عليه وسلم ويحفظه اسم القائل اسم انس ابن مالك عشان بتيجي من دون الاسئلة دي وحدت علينا. اخدم النبي عشر سنين. اخدم كتير بغلط. ما قال ليه فيها اف قط وما قال ليه لما فعلت هذا او الا فعلت هذا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عايش هو سيدنا انس عايش من عشر سنين بيخدمه. ولا مرة النبي صلى الله عليه وسلم قال له انت عملت كده ليه او ما عملتش كده ليه. يعني هو فيه حاجات كتير جدا كانت بيقومها يعني ما كانش بيعملها على الوجه المطلوب منه يعني. فده بيدل على ان النبي قد ديه كان حنون وصبور عليه. وعن حسن معاملة النبي له فلم يعاتبه. قط على شيء فعله او لم يفعله. فعن نقتضي باخلاق الرسول بقى بكل ما حاولنا من ابنائنا وازواجنا وبناتنا واقربائنا وانساعد بعضنا. وكمان كل واحد بيقوم على خدمتنا برضك يكون فيه حسن تعامل بيننا وايه وبينه. بعد كده اخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم بقى مع الصحابة. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد ولنا في تعاملاته مع الصحابة. فكان لطيف معهم ورحيم. كانوا بيحبوا جدا ان هم يعودوا معاه ويجلسوا قدامه ويستمعوا إليه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتميز بانه رحيم لينه. هيا بشوش الوجه. فكانت الصحابة يحب تعود معاه. يقول الله عز وجل فبما رحمة من الله لنت لهم. ولو كنت فضا غليظ القلب لن فضوا من حول. يعني لو كنت فض غليظ القلب لن فضوا من حول. بعد عز وجل. كان النبي صلى الله عليه وسلم مثال للتواضع. فرغم انه ما كانته عالية انه كان بيقعد وسط صحابه عادي. بيجلس وسطهم. فييجي واحد غريب يبص ما يعرفش فين النبي. انه قاعد اكنوا واحد معهم. مش مثلا قاعد في حتة عالية ولا قاعد جنبهم بيفترش الارض معاهم. فلم يدري احد لو حد دخل غريب من النبي لما يسألوا له هو النبي صلى الله عليه وسلم. رويا نبي هريرة انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس بين ظهري اصحابه. فيجي الغريب فلا يدري ايهم هو حتى ايهم هو حتى حتى يسأل. طب يا ميس لو الرسول يا ميس كان مسلا ما اه مش هو بيلبس نفس اللي بيلبسه الصحابه. ايا كان لبسوه بيلبس عادي. ميس عادي يا رسول. ميس عادي يا رسول حناني. طب يا بس. ميس افردوا لو معاش فلوس الرسول. صلى الله عليه وسلم على ايه يا مارينيا. نشتري لبس زي صحابه. لا اما هو اللبس اللي بيبقى عنده وصطره. يبقى معاه لبسه وصطره. صلى الله عليه وسلم. ماشي بس بس هو مش هو بيلبس زي صحابه. ايوة يا مارين. طب ازاي ما اتفرد اصلاح مثلا من الرسول اشتري لبس جديد. ورسول مش معاه فقط عشان يجيب زي. يا حبيت قلبي بيبقى فيه صدقات وفيه حاجات. النبي صلى الله عليه وسلم بيبقى طبعا بيبقى ليه النصيف فيها. وبيقدر ان هو ياخد منها ويقدر يجيب لفسه كويس بس ما ياخدش اللحاقه بس. صلى الله عليه وسلم. وساعات كمان ما كانش بيفضل نفسه كان بيفضل بكراء المسلمين على نفسه. كان النبي صلى الله عليه وسلم احسن الناس خلقا. فكان شديد الرحمة. دائم التبسم على طول مبتسم. فكان عبدالله ابن حارس يقول ما رأيت احدا اكثر تبسما من رسول الله. على طول شو بيتحق صلى الله عليه وسلم مبتسم. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتودد لصحابته. ليه مثل فرحابه. وسروره لرؤيته. فكان اذا لقع حد من اصحابه كان بيبنى عليه قد ان هو فرحان بيه. هنا عندي بيقول هنا ايه. عن انس ابن مالك رضي الله عنه كان اذا لقيه احد من اصحابه فقام معه. قام معه فلم ينصرف حتى يكون الرجل هو الذي ينصرف عنه. واذا لقيه احد من اصحابه فتناول يده. ناوله اياها. فلم ينزى يده حتى يكون منه حتى. فلم ينزى يده منه حتى يكون الرجل هو الذي ينزى يده منه. واذا لقيه احد من اصحابه فتناول واذنه. ناوله اياها. ثم لم ينزى حتى يكون الرجل هو الذي ينزح عنه. يعني احد يسلم عليه سلم عليه حتى يكلمه يكلمه ايه لما الانسان هو اللي يمشي. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتودد ويظهر قد يحبه لاستحابه. بعد كده عندي سيدنا جعفر ابن ابي طاط. نعم يا مريم. بس فيه دارس محظوفة. امالك جميل. ايوة حبيب بسم الله. ممكن ممس جنة بكرة في الانشطة. انا امال ايه. سيدنا جنة بكرة في الانشطة. اما مثلا ان احد يجي يمسك ايد النبي عمس النبي هو مش بسع منه ويسيبه. هو بيخلي الرجل يمسك ايد هو اللي يمشي. ومو رح يتكلم مع احد. هو برضو بيبسع منه ويمشي. بيسترناء اول حد ما هو اللي يمشي. صح يا مص؟ احفنز. انت مالك؟ اسمك مالك؟ اه. ربنا يا ابني يرضى عنك. احسنت. احسنت. بنسلح حالك يا ابني. اهلا وسهلا بيك يا. جعفر ابن ابي طالب برد. من ضمن الناس اللي وصي بقى. ليهم مكانة كبيرة جدا في الاستان. كل جناحين. دي جناحين في الجنة يتير بيهم في اي مكان. طب تعالوا نشوف بقى. جعفر ابن ابي طالب ابن عبد المطلب هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. وهو اخ سيدنا علي ابن عبد المطلب او ابن ابي طالب. لقب جعفر ابن ابي طالب. لقب جعفر ابن ابي طالب بألقاب كثيرة منها ابو المساكين. وكان بيرحم كل الناس اللي حواليه من المساكين. وكان بيرطف عليهم. لذا تم تلقيبه بهذا الله. ويقول عنه ابو هريرة. كان جعفر اخير الناس للمسكين. فكان يذهب بنا الى بيته فيطعمنا ما كان فيه. كما كان انه عرف بحسن الخلق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم. اشبهت خلقي وخلقي. يعني شبه النبي كان في الشكل وفي الاخلاق. لما اشتد اذع قريش لمسلمين امرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة. هجره فين؟ هجر الحبش. وكان جعفر هو وزوجته من اول المهاجرين. لما عرفت قريش بهجرتهم. ارسلوا الى النجاش رجلين منهم. عشان يعقد بهم الى مكة. سوين يكمل بس القصة والعجز الحاجة يرفعي. وماليا ميز مجرلشي ميز. ولما اذهبا الى النجاش قولت اللي عاوز يسأل يرفع ايده. وانا استأذنه. يستأذن عشان اغضرك ارد عليه التحية. وانا امات رفعت ايدي. انا قولتلك اتكلمي. لا. اصبري بعش فيه عشان زميلك اسمعوني. وعندما علي مدكوريش بهجرتهم ارسلت رجلين الى النجاش الملك الحبشة ليعود بالمسلمين. سابعة وثلاثين. سابعة وثلاثين. اربعة وثلاثين. سابعة وثلاثين. سابعة وثلاثين. معلش فانا بديق عليكم عشان انتم عارفين اللي حصل الحصة اللي فاتت. عشان كده النهاردة انا بحاول اشدقليكم عشان اخلص. طبعا الناس الجديدة اللي معانا الاول مرة يحضروا. دي مش طريقة مسأمات. اي معنا منك. الولاد اشقية. انا نسهلا. دي مش طريقتي اصلا في الحصة. بس سنة ثالثة اشقية شوية. فبيحتاجوا ان احنا لازم نشد عليهم شوية. مربني يهديهم. الحصة اللي فاتت زعلوني. ماشا كده. الحصة اللي فاتت زعلوني منهم. اخواني خربتي من حصة انا زعلانا منهم. المهم. يلا نكمل. هجرت هي الى الحبشة. هاجر سيدنا جعفر بن ابي طالب الى الحبشة قلنا. وذهب الى النجاشي. ولكن. كريش ما كانتش قادرة. يعني لازم كانت. هديبسك المسلمين عايزة تقذيهم تقذيهم باي شكل. فبعتوا اثنين وراهم يجبهم من عند النجاشي. وقف جعفر قدام النجاشي. السلام عليكم. وعليكم السلام. فقال ايها الملك. كنا قوما اهل جاهلية. نعبد الاصنام ونسيء الجوار ويأكل قوي منا الضعي. حتى بعث الله رسولا منا. نعلك نسبه وصدقه وأمانته. فدعانا الى عبادة الله واحد الأحد. كنا نعبد من آبائنا. وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة. فصدقناه وآمنا به. فعد علينا قومنا. فعزبونا. فلما قهرونا. جنا لك وخرجنا البلدك. فاخترناك على من سواك. ورجونا ألا نظلم عندك. وقرأ عليه آيات من سورة مريم. فبكى النجاشي فرفض تسليمهم الى كريش. وبكلام جعفر ده نجى نفسه ونجى المسلمين اللي معاه بفصاحته وقوة إيه. وقوة حجته. قلت اللي عايز حاجة يرفع إيه. وقلو نعم. يا عم يا مالك. خير يا حبيب. بسر ميس. حفودي بسر حرام. يرسموا سورة النبي عمس. وميس عسموا سورة سيدنا جعفر. أما ينفعش يحطوها. هتعود سؤال تاني قبل ماكمل. ميس. نعم. ميس. ميس. نعم. ميس. نعم. فنحن في صفحة كان. هنبدأ اتنين واربعين دلوقتي. صبر استشانوا. بس. بس 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 المس حاجة المشتركة بتنبسل الإ對吧. والمسيحة بس. حبيبي احنا اصلا كل دين واحد كل الأنبياء والمورسلين مسلمين. كل الانبياء. ايه يا حبيب الله. ايه. ايه. افضل قد اه. ممكن نقفل بعد الوقت المايقات لو سمحتك ونكمل. افضل عمس قد على الحصة. وتخرج. ال لو حد تعبان او عايز يخرج ممكن يخرج. لو حد تعبان مش قادر يحضر الحصة ممكن يخرج. الحصة كده كده منسجل. يعني بسه. نعم. ماشي بس. اللي اعاوز يخرج بقول لو حد تعبان فيكم. الفي سلام علي ممكن يخرج من الحصة. الحصة كده كده متسجل. من قليل مثل من حد يتعبان. قعد بس يا موس خمس دايبة. اللي متعبان. اللي انت عاوز. اكمل لو سمحتوا ممكن افضل المايقات كفاءة كلام. عشان المانهة الكبير وقت الحصة صغيرة. عندي هنا في صفحة اتنين واربعين. انما يرحم الله من عبادي الرحماء. اثناء العودة من المدرسة احنا اخدنا القصة دي مع بعض. كانت في ستة عاملة تعيط. جاءت مريم وزيزياد وفريد عمالك مالك. قالت لهم فلوس بتاتي ضاعت. قعدوا يدوروا معها. يدوروا معها. ما لقوش. المهم من سعودوها. حطوا يافطة كده. على الباب بتها. ان في فلوس ضاعت منها. اللافتة دي كانت ملاز لكل واحد فيهم. ان كل واحد كان بيجي كان بيديها جزء من الفلوس. وشوية جاء واحد تاني واحد تالت. استغرب الولاد من المنظر الغريب. وراحوا لجدهم. وقالوا له. فقال ان انتو عملتو ده رحمة. رحمتوها. وكل واحد بيجي بديها جزء ان الفلوس ده بردك بيرحمها. لان انما يرحم الله من عباده ايه? الرحمات. اللي بيرحم الناس هم قطنان الرحمات. عندي اوقات للدعاء. مش كل وقت ندعي ربنا. اه طبعا ربنا قال ادعوني استجب لكم. في اي وقت. بس في اوقات الدعاء فيها بيكون افضل واكتر يعني اكتر يعني لو ممكن يتمي الاستجابة بسرعة فيه. اكتر فرص الاستجابة. من اسماء الله تعالى الخالق. فهو سبحانه الذي خلقنا. فلا يدعو المسلم الا الله. فاذا سألت فاسأل الله. الدعاء هو ان اتوجه الى الله واستعين به واتقب منه ما اريد. قبل الدعاء. الدعاء هو عبادة لله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. فالدعاء طعا لله سبحانه واتعالى. امرنا الله سبحانه واتعالى بان ندعوه. فقال وقال ربكم ادعوني استجب لكم. وكمان الدعاء ده هو عبارة على الاستغفار. مثلما دعا سيدنا يونس. فنادى في الظلمات. انا لا اله الا اموت سبحانك. اني كنت من الظالمين. فده برضا من الدعاء. ان ينفع انه نحن فيه اللقاء انه نهتعال. وهو بطن الهوت. وهو بطن الهوت. صحيح تسوى واربعين. يدعو المسلم ربه اينما كان وفا اي وقت. ولكن في بعض الاوقات يستحب فيها الدعاء. زي الازمة بيأزن دلوقتي. بعد بعد الازان وقبل الاقامة. وقت جميل جدا ندعي فيه ربنا ما استجابه. أثناء سجودي برضا وقت الدعاء إجابة استجابة الدعاء قبل مفتر في رمضان لما الدنيا تكون بتشتي وبعد يكون لصلاة من الصلاوات طب لما أجي أدعي ربنا لازم يكون فيه شروط لا يعني من الأفضل إن أنا أكون مستقبرة للقبلة وادعي الدعاء ثلاثة أرفع إيدي في الدعاء إلى الله عندي درس الراح أدعية المسلم في اليوم والله يعني أرفع الضعاء الثلاثة زي ما الولد ده كده هعمل يرفع إيده من أول مصحة من النوم لغاية ما رجع على أنام تاني أدعية رائعة رائعة جداً بتمر بيها والإنسان بيحصن نفسه بيها من الشيطان طول اليوم من دون الأدعية اللي عندي أول مصحة من النوم فأقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور بعد كده دعاً أقول الخلاء أتقول الحمام فأقول الله مريم أعوذ بك من الخبث والخبائج خلصت الحمامة والغفرانة أنا أرسل على أسجر فأيده التنين قبل الأكل أقول الله مبارك لنا فيما فيه وأطعبنا خيراً من خلصت أقلي أقول الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة أبدأ أتحرك وروح المدرسة أقول بسم الله توكرت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ركبت العربية أقول سبحانا الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون خلصت يومي تمام التمام وبعدين أقول أروح فيه رجعت بيتي أقول بسم الله ولجنا بسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا وبعدين أرجع للنوم تاني أنام على جنب اليمين وأقول بسمك اللهم أموتوا وأحيا نعم يا مالك بس 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 الحمد لله اللي جاء أنا بقيت مالك أنا والي المشهور يعني الحمد لله ربنا هو 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 ربنا بيخليها موت لما نام وعندها بصحنا هو ممكن ربنا يقب هو حاوستنا نايمين وما صحنا يشرق صحابس ايوة وليس عشان كده بيقدر يا ربنا بينطق الشهادة عشان لو مات بقى مات خلاص على الشهادة بعدين عندنا بعد الصلاة بعد التسليم من الصلاة بس تغفر ثلاث مرات وأقول أول حاجة الله ما أنت السلام ومينك السلام تبارك 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 بعدين أقول سبحان الله تلاتة وتلاتين الحمد لله تلاتة وتلاتين الله أكبر تلاتة وتلاتين والرقم مية أو لا إله إلا الله واحدة ولا شريك لا لا والملك لا والحمد هو على كل شيء قدير دي كانت صفة اثنين وخمسة هني جزبت اللي بعده الدعاء الغافر هنا نعم ميس ينس هتخلعينا مجوع إيوه هتخلعينا نقرأ اللي الموجود في الدرس ده بحث بحث تاب سمين قبل الأتل ضعب نينف عليكم نينف عليكم لو أنتو سنة تلتة لو أنتو كلكم اتكلمتوا مع بعض أنا مش هسمع حافر الماييقات عليكم كلكم تقولوا نينف يعني يعني نينكم لو سمحت نينف لما يبق لي لو سمحتم لو سمحتم نقفل الماييقات واللي عاوز حاجة اكتب على الشات شكراً الدعاء للآخر هنا الدرس بتاعنا هم ماشيين مع جدهم لقوا في واحد حاطت يفطع المحل لا تنسوني من صالح دعائكم أو من دعائكم راح الأولاد يصلوا فكرهم جدهم إن هما يدعوا للراجل اللي حاط يفطدي كل واحد فيهم دعا نفسه دعوة معينة فكل واحد دعا لهذا الرجل بالدعوة دي اللي هو نفسه فيها فقال فقال لهم جدهم فقد قال رسوله صلى الله عليه وسلم ما من عبد المسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك ولك بالمسل يعني الملك قال له أنت كمان لك زي ما تدعين جمي بعد كده هنيجي للمحور اللي بعض مثل هو الملك ده اللي هو الملائكة ولا ربانا الملائكة مش مثل مفتوط إن الملك ده هو ربانا الملك ميس لا ملك مش ملك ميس نعم يا ميس نعم خصنا اسم الملك من اسماء الله الحسن يا ميس أنا بقوله نعم نعم يابن اتفضل ميس إنتي قلت يا ميس إن الدروس دي مش علينا ما كنت سمعه والله يا ميس طب نعم اتفضل يا ميس طب احنا يا ميس كل اللي احنا خدناه في الكتاب احنا عنواجع الكتاب كله إن شاء الله يا ميس نعم نكمل ولا حد اعوز حاجة ميس اعوز حاجة اتفضل يا مريب نعم ميس هو يا ميس هو احنا المفروض مش علينا الدرس دا لأ علينا الدرس ومينا احنا ليه مخدناه مش لأ خدنا انت مكنتش حضرة لا يا ميس مخدناه مش انت قلت يا ميس انت قلت ان الدروس دي محظوفة الدرس دا مش محظوف مين اخد الدرس دا خدتي يا شم مخدوش ولا مخدوش مخدت درس دا يا شام شام لو سمحتي يا مريم بس نهدى شوية وسمحت ميس نعم بس بحنا الله بس تاني وثنين مرة وعلى حمد الله تاني وثنين مرة بس ميس انت قلت يا مدروس دي مرخي بس بس عدين ومرة المئة ما تبقى لا إله إلا الله وحده ولا شريك تمام يلا الصفحة تمانية ستين الجنة والنقل خلق الله تعالى الإنسان وميزه على جميع الخلق بالعقل عشان يعبد الله ويعمل من رحمته أنه أرسل لنا الرسل يدعون إلى العبادة ويدفع للخيرات فجعل ربنا سبحانه وتعالى الدنيا للعمل والعبادة والآخرة جعلها دار الجزاء يفوز بها المؤمن الذي عمل بها أمر الله تعالى بك فالنار والعياذ بالله هو جزاء كل واحد عمل شر أما الجنة فهي جزاء كل واحد عمل خير قال الرسول صلى الله عليه وسلم في وصف الجنة أعددت العباد الصالحين ما لا عين الرأس ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب وشر يعني ربنا أعد للصالحين اللي ما شفته شعين وسمعته أذن ولا حد ممكن يتخيلوا عامل ازاي فأعدلهم نعيم دائم لم يره الإنسان من قبل ولم يسمع به ولم يخطر على بعد كده عند سورة البلد يقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وهي مكة المقرم وأنت حل بهذا البلد وإنت ساكن فيها ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان